حا مين عين سين قاف وأما معناها فقد اخترنا قولين الأول أنها جاءت مقطعة إشارة إلى حروف الهجاء التي تبنى عليها لغة العرب فقد تحداهم أن يأتوا بمثل هذه الآيات مع أنها مؤلفة من حروفهم التي يتعاطونها فإذا عجزوا مع التحدي لهم كان ذلك إعجازا قرآنيا فوق طاقة البشر الثاني أنها جاءت مقطعة لإلفات النظر من حيث إن المشركين تعاقدوا فيما بينهم ألا يستمعوا للقرآن فكانت هذه الأحرف منبهة لهم وقد شدتهم فعلا لغرابتها فاستمعوا للقرآن قهرا عنهم وأقيمت الحجة عليهم تقرأ حا مين عين سين قاف وأما معناها فقد اخترنا قولين الأول أنها جاءت مقطعة إشارة إلى حروف الهجاء التي تبنى عليها لغة العرب فقد تحداهم أن يأتوا بمثل هذه الآيات مع أنها مؤلفة من حروفهم التي يتعاطونها فإذا عجزوا مع التحدي لهم كان ذلك إعجازا قرآنيا فوق طاقة البشر الثاني أنها جاءت مقطعة لإلفات النظر من حيث إن المشركين تعاقدوا فيما بينهم ألا يستمعوا للقرآن فكانت هذه الأحرف منبهة لهم وقد شدتهم فعلا لغرابتها فاستمعوا للقرآن قهرا عنهم وأقيمت الحجة عليهم إن مثل ما يوحي إليك الله في هذه السورة من المعاني كذلك يوحي إلى الأنبياء من قبلك أو يكون المعنى إن الوحي الذي يوحيه إليك الله هو الوحي نفسه الذي أوحاه إلى الأنبياء قبلك فالوحي واحد في الجميع طبيعة وسنخا العزيز الله العزيز الذي لا يغلب ولا يصعب عليه شيء الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها كل ما في السماوات والأرض هو ملك الله يتصرف فيه كيف يشاء وهو العلي الذي يجل عن صفات المخلوقين المرتفع شأنا وقدرا عن أن تدركه العقول العظيم في قدرته التي لا يحدها شيء في الآية قولان الأول أن الوحي النازل من فوق السماء لعظمته وجلالة قدره يوشك أن تشقق السماوات لنزوله لأنه كلام الخالق الثاني أن يكون تفطر السماوات بسبب مقالة قالها المشركون إذ يمسون بها ذات الله كما في قولهم اتخذ الله ولدا أو أن له شريكا أو أنه ثالث ثلاثة ويكون على حد قوله تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سورة مريم الآية تسعون وأحدى وتسعون وهنا أمام عظمة هذه الفرية من المشركين استدعى من الملائكة العارفة بالله أن تنزه الله عن هذه المقالة وتتوجه إليه بالحمد وفي الوقت نفسه يطلبون المغفرة منه لعباده المؤمنين الذين أخطأوا في بعض أوقات ضعفهم والآية ويستغفرون لمن في الأرض وإن كان لفظها عاما ولكن يراد بها الخاص وهم المؤمنون وبهذا وردت الروايات ألا إن الله هو الغفور الرحيم تنبيه على كثرة مغفرته لعباده وهو يرحمهم في كل المجالات هذا تهديد ووعيد للذين كفروا واتخذوا من دون الله آلهة من الأصنام هؤلاء يحفظ الله عليهم أعمالهم ليحاسبهم بها وما أنت عليهم بوكيل تخفيف عن النبي حيث كان يتعب نفسه الشريفة لهدايتهم وأنه ليس موكلا من قبل الله على أن يحملهم على الإيمان بالقوة والقهر كما أوحينا إلى الأنبياء قبلك وبلسان قومهم كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا في لسانه ولغته لكي تحذر أهل مكة أم القرى ومن هم حول مكة من القرى والمدن تحذرهم من نتائج الكفر وثمراته المرة يوم الجمع يوم القيامة حيث ينقسم الناس فريق في الجنة وهم أهل الإيمان وفريق في نار السعير وهم أهل الكفر والعصيان سميت مكة أم القرى لأن الدعوة انطلقت منها فهي الأصل وبمثابة الأم يرجع إليها لو أراد الله أن يحمل الناس على الإيمان بالقوة والقهر لفعل ولكن ذلك يتنافى وحرية التكليف والاختيار وبالتالي تحمل المسؤولية ولكن يدخل من يشاء في رحمته فمن آمن وعمل صالحا أدخله الله جنته وما أعده للمطيعين والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أما الذين اختاروا الكفرة فهؤلاء الظالمون ليس لهم في الآخرة من ولي يدافع عنهم وليس لهم من نصير ينصرهم لاستفهام للإنكار عليهم وأنه لم يكفي أنهم كفروا بالله حتى اتخذوا غيره من الأصنام أولياء يطلبون نصرهم ومؤازرتهم مع أنهم لا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضر فالله هو الولي الله وحده حصرا هو المتولي لأمور الناس والقائم بشأنهم وهو يحيي الموتى ويعيد للأجسام البالية الحياة وهو على كل شيء قدير فقدرته مطلقة بدون حدود كل شيء تختلفون فيه سواء كان بينكم وبين الكافرين أو بينكم وبين إخوانكم في الدين فالأمر فيه لله هو الذي يفصل فيه ويبين حكمه ومقتضاح ذلكم الله ربي الموصوف بتلك الأوصاف المتقدمة الولي الذي يحيي الموتى القادر على كل شيء هو ربي وخالقي ومدبر أمري عليه توكلت اعتمدت عليه لأنه القادر وبيده الأمور وإليه أنيب إليه أرجع في الأمور كلها وهو الولي وهو الناصر الله هو خالق السماوات والأرض ومبدعهما والمدبر لشؤونهما خلق لكم من جنسكم وشكلكم نساء حتى يتم الانسجام كما أن من فضله عليكم جعل لكم من الأنعام أصنافا ذكرا وأنتا من الإبل اثنين ذكر وأنتا وهكذا يذرأكم فيه يتم بهذا التدبير الإلهي بخلق الذكر والأنثى خلق الذرية وتناسلها واستمراريتها فلا تفنى أو تنقطع ليس كمثله شيء تأكيد على المفارقة بين الله وغيره من المخلوقات فهو واحد في ذاته وصفاته ليس له مثيل أو نظير والكاف فيه كمثله لتأكيد النفي وهو السميع لأقوالكم البصير بأفعالكم لله مفاتيح السماوات والأرض تدبيرا وتنظيما وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض كله يجري بحساب من تحت يديه وبإذنه يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء حسب المصلحة التي يراها والحكمة التي يعلمها إنه بكل شيء عليم علم الله محيط بكل شيء ومن هنا كانت التوسعة على البعض وكان التضييق على آخرين وكل من التضييق والتوسعة يكون امتحانا واختبارا لصاحبه هذا الخطاب من الله إلى المسلمين وفيه نوع عظيم من الطمأنينة لقلوب المؤمنين حيث إنهم متصلون بالأنبياء فالله سن لكم من الدين ما جاء به الأنبياء من قبل محمد من نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا أوصى الله هذه الأمة بما أوصى به الأنبياء قبل محمد أن يقيموا الدين أن يعلوا بنيانه ويشيد أركانه ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على أسسه ولا تتفرقوا فيه تعبير دقيق يوحي بأن كل فريق أخذ من هذا الدين جزءا وادعى أنه هو الدين دون ما عند غيره شق على المشركين وعظم الأمر في نفوسهم أن تدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الأصنام الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله هو الذي اختص الأنبياء برسالاته وحملهم أمانة التبليغ وقيل المشتبون هم الناس الذين يؤمنون بالله ويهتدون إلى الله ورسوله ومن يرجع إلى الله ويتوب من ذنوبه يوفقه الله للهدى ويرشده إلى سبيله كأن هنا سؤالا مقدرا وهو كيف اختلف أتباع الأنبياء مع أنهم مأمورون بالوحدة وعدم التفرق فيجيب سبحانه إن علة التفرق بعد مجيء الأمر بالوحدة هو العداوة فيما بين الأتباع فأن حب الرئاسة والاحتفاظ بالمواقع والتجاوز عما هو مرسوم كل هذا وراء هذا الاختلاف ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم لما كان هذا التفرق يوجب العذابة فأن تأخير أخذهم كان بما سبق من الله وما أخذه على نفسه حيث أخر العذاب إلى يوم القيامة المحدود والمضروب لولا ذلك لعجل الله لهم العذابة ولكنه آتيهم لا محالة يوم القيامة تنازع السلف من أهل الكتاب فيما بينهم واتخذت كل فرقة مذهبا ادعت أنه الدين الصحيح ولكنهم كانوا على علم بهذا الانحراف لأنه شغل أيديهم ولكن الذين جاءوا من بعدهم وهم الخلف لا يعرفون أصول هذه اللعبة ولم يقفوا على دوافعها فعندما وصلتهم التوراة أو الإنجيل عاشوا حالة من الشك المقلق الذي يزعج عليهم حياتهم إذ يقولون كيف يكون الكتاب واحدا وتتعدد المذاهب وأي مذهب صحيح وأي مذهب باطل بعد بيان ما أصاب أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاختلاف والفرقة والتشتت والضياع للحقيقة لأجل ذلك ولألا يحل بأمتك ما حل بأولئك وتوضيحا للحقيقة لذلك فادعوا إلى الدين وبين أحكامه واجعل الناس متوحدين عليه واستقم كما أمرت فإن استقامتك على الدين ترجمة عملية له وهي أقوى دعامة وأصدق من كل الأقوال ولا تتبع أهواءهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود به غيره من المسلمين أن لا يقبل أقوال المشركين ولا يسير وراء أهوائهم الباطلة وقل لكل المشركين ولأهل الكتاب آمنت بكل كتاب منزل من عند الله وكأنه رد على أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتب المنزلة دون الأخرى وقل يا محمد لهم إن ربي أمرني أن أقيم العدل فيكم إذا أردتم الاحتكام إلي والله هو ربنا وربكم يجب أن نتساوى جميعا أمامه في العقيدة والسلوك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كل عامل منا أو منكم يتحمل مسؤولية عمله فيحاسب عليه ويأخذ جزاءه بالعدل لا حجة بيننا وبينكم بعد اتضاح الأمور وجلائها انقطع الحوار بيننا وبينكم المترجم للقناة